بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه في مبدأ كل أمر ومنتهى أبواب الخير في الرسالة المحمدية كثيرة ومتعددة حيث أنها جاءت رحمة للعالمين وقد أرسل المولى تبارك وتعالى حبيبه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وخاطبه فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومن سعة أبواب الخير في الرسالة المحمدية أنه منها ما يتعلق بالشعائر ومنها ما يتعلق بالمعاملات المولى تبارك وتعالى يريد الخير للعباد ويفتح لهم أبواب الخير وآفاق الخير قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ النظر في الآية الكريمة يجد أن فعل الخير مقرون بالعبادات الشعائرية مع الركوع والسجود قال تعالى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ انظر تتعدد أبواب الخير في وصف المتقين من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إذن الصلاة من أبواب الخير الحج كذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمر الزكاة تطهر وتزكي قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وكذا التسبيح والتحميل والتهليل والتكبير والحوقلة والاستغفار فبالاستغفار تفتح الأقفال وما دمت تستغفر فإن الله يغفر الذكر عموما باب عظيم من أبواب الخير وكذا قضاء حوائج الناس له لذة وله متعة وخير الناس أنفعهم للناس وأسعد الناس من أسعد الناس وكذا من أبواب الخير العظيمة والمفتوحة على مصراعيها والتي يستطيع كل إنسان منا أن يقوم فيها وأن يقيمه المولى فيها في طعام الطعام قال تعالى وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَنُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا وكذا جبر الخواطر عبادة من العبادات المهمة وأتحدث إلى حضراتكم عن عبادة تلتزم وتقترن بالشعائر والأخلاق معا عبادة الصمت عن أعراض الناس وعن حاجات الناس وعن حقوق الناس فكثير من الناس يخوض انظر إلى آيات القرآن الكريم لما تحدث ربنا تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلاككم في سقر؟ انظر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فتح الله تعالى لنا أبواب الخير لأنه تحدث عنا في كتابه وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فطلا من الله ورضوانا وأمرنا بالسعي إلى العبادة والسعي على الرزق وعلى قدر الهدف تكون الخطأ ففي طلب الرزق قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإلى الصلاة قال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوُوا أي زيدوا في المشي فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفرحون كل أبواب الخير وحينما تحدث عن الفرار إلى الله وعن الطريق إلى الله قال ففروا إلى الله إذن فامشوا فاسعوا ففروا على قدر الهدف كل أبواب الخير مفتوحة يا أيها الإنسان سر إلى الله في الطريق وعليك أن تكون من هؤلاء الذين يتيقنون أن الله لا يوضيع أجر من أحسن عمله وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم